نبدأ من تصريحات الحكومة بشأن التظاهرات وما رافقها من أحداث مؤخرا تتحدث وزارة الداخلية عن رصدها مجموعة إجرامية تسعى لإثارة الفوضى هناك والمتحدث باسم الحكومة يقول أن الاستهداف تم على بعد مترين كيف تقرأ المواقف والتصريحات بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام يعني أعتقد استمعت لتصريح السيد محمد توفيق الله وكان يتحدث عن جهاز المخابرات الوطن العراقي الاعتبار هذا الجهاز الوطني بإمكان نكشف عن قتلة المتظاهرين الحقيقة جهاز المخابرات واجباته حتى الآن التداخل أو يكون هناك تداخل بالواجبات واجباته هو حماية سوري العراق من التداخلات والتجسس والتخاور مع الأجنبي وبالتالي لحد اليوم منذ 2003 ولا حد هذا اليوم لم نسمع ببيان رسمي خرج به المتحدث الرسمي بسم جهاز المخابرات الوطن العراقي يكشف عن شبكة تجسس أو شبكة عماله أو شبكة التخاور مع الأجنبي للبوح بأسراء العراق وهناك معلومات متوفرة لدى جميع الأجهزة الأمنية ولدى القاس والداني حتى المواطن البسيط على أنه العراق مخترك مخابراتيا طيب معقول العراق يخلو من هذه الشبكات التي ذكرتها حضرتك؟ لا لا نتحدث أنه العراق مخترك مخابراتيا وجهاز المخابرات الوطن العراقي لم يتحدث ولحد هذا اليوم عن كشف أي مخطط يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار أو شبكة تجسسية تعمل داخل أرض العراقية طيب هو بالطبيعي أنه جهاز المخابرات يعلن عن هكذا أعمال؟ يفترض يكون على اعتبار أنه اليوم مبدأ الثواب والعقاب ومبدأ النائب النفس ومبدأ أيضا رسالة يوصلها هذا الجهاز الأبي الوطني العراقي إلى كل الذين تسول لهم أنفسهم بمحاولة التخابر مع أجنبي أو البوح بأسارة الدولة العراقية وأيضا حافز آخر للبقية المواطنين على الكشف في حالة تعرضه إلى عملية تجنيد سواء كان مباشر أو غير مباشر فبالتالي حينما يتواصل جهاز المخابرات الوطن العراقي مع ابناء شعب العراق ويكشف عن الشبكات الإرهابية العاملة فهذا معناته أنه على الأقل يحاول أن يوصل رسالة إلى من يحاول العبث أو التواصل أو التخابر مع الأجنبي بغية اختراق سور الوطن العراقي أما موضوع الكشف عن المتظاهرين فهذا عمل شرطوي يفترض تكون هناك أجزة شرطوية ومحققين شرطويين هم واجبهم الكشف وهناك الاعتبار هذه العملية هي عملية جناية وهناك محققين جنايين اختصاص هذا من خلال أنه الكشف عن الذين مخولين بحمل السلاح داخل صاحات التظاهرات وبالتالي يفحص الأسلحة في حالة وجود إطلاقات أو إطلاق قيارات نارية من هذه الأسلحة فيفترض مساءلة حامل السلاح عن الأوامر التي صدرت له باطلاق العتاد وهذا العتاد الحي بأي اتجاه أطلقه باتجاه الأعلى باتجاه الأسفل باتجاه المتظاهر فبالتالي من هذا المنطلق يفترض أن يتخذه المحقق حيط للوصول إلى الجنات طيب قبل أكيد سماعة التصريح الأخير للحكومة قالت أنه عن بعد مترين تم إطلاق النار على المتظاهرين الذين تم قتلهم أو إلى آخره يعني عملية التحقيق هي عملية مركبة وتحتاج إلى عدة عامل بغية الخروج بمعطيات حقيقية فحينما يصرح رجل من الحكومة العراقية عن وجود مترين على ماذا استند ومن هو الجاني فباعتبار أنه حينما يصرح المترين معناته هناك تقرير من الطب العدلي والطب العدلي يفحص السلاح ويفحص العتاد وزاوية اختراق الجسد وبالتالي ممكن أن يعطي تقريره وعلى التقرير يستند المحقق فبالتالي لم نسمع أنه فريق تحقيقي شكله بغية الوصول إلى الجنات مجرد أقاويل ومجرد أنه موقف أخذ من المستشفيات ومزارة الصحة العراقية هذه الأقاويل يعني إذا كان هناك عذر للحكومة الحالية بعدم كشف المنفذين لأنها لا تزال تحقق باعتداءات حصلت قبل أيام لكن ما العذر في عدم كشف ما حصل من أحداث دموية في تظاهرات ما بعد شرين خاصة أن رئيس الوزراء كان رئيس جهاز المخابرات ويفترض أن تكون لديه معلومة سيدة الكريمة من 2003 والحد هذا اليوم الدمع العراقية مهدورة هناك الآلاف الذين قتلوا ولم يتعصل التحقيق إلى الجنات وهناك الذين خطفوا وتمت مساومة عائلهم وأيضا أخذت مبالغ مالية وقتلوا أيضا وهناك 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 فبالتالي جميع اللجان التي شكلت بما فيها تجاوز أو بما فيها احتلال خمس محافظات عراقية من قبل تنضيط داعش للرهابي وجريمة سبايكر وجرائم أخرى كثيرة والعبارة في محافظة تنين والحبيبة وتعرض المعسكرات العراقية إلى قصف من الجو طيب بما أنك تحدثت عن العمليات العسكرية التي حدثت باستهداف المعسكرات ما الذي يحدث؟ هذه المعسكرات تستهدف ويستمر الاستهداف والحكومة تتحدث عن قدرتها على ردع المنفذين أين القدرة والاستهدافات مستمرة لهذه اللحظة؟ يعني حقيقة في أي سلوب تحقيقي يفترض على المحقق وضع في عين أو في نظر الاعتبار أولا من المستفيد في حالة حدوث أي خرق دائما البحث عن المستفيد حينما تحدد المستفيد بالتالي أنه تحاول بطريقة أخرى من الذي تحقق للمستفيد ومن الذي قام بالفعل فبالتالي ليس بالضرورة دعم المستفيد هو الفاعل ولكنه بالأغلبية يكون المستفيد هو الفاعل فبالتالي حينما يحدث خرق على السماء العراقية أو على الأرض العراقية ولا معسكر معين من الذي استفاد من قصف المعسكر أعتقد أن هناك صواريخ سقطت على المنطقة الخضراء وهناك صواريخ سقطت على معسكرات وهناك صواريخ سقطت على بيوت آمنة وهناك وهناك فبالتالي حينما نبحث عن المستفيد سنجد دائما هذه الدائرة تدور وتدور وترجعنا إلى أن الفائدة الكبرى هي للقوات الاعتلال المتواجدة داخل الأرض العراقية بطريقة أخرى هم المستفيدين طيب كل هذه الصواريخ التي سقطت على كثير من الأماكن منها الأماكن الناس العزل هل أن القوات الأمنية لا تستطيع توصل للمنفذين أم لا توجد الجرأة لكشف الجهات التي تقوم بهذه العمليات شوفي سيدتي أحيانا هناك شخص يمتلك من الحماقة بحيث يقوم بفعل يعتقده أنه من صالح العراق ومن صالح شعب العراق وبالتالي يخدم مصلحة المحتض حينما تتوجه رشقة صاروخية إلى مكان معينة ونقطة معينة ولم تؤثر بالجهة التي تم استهدافها فبالتالي من الذي استفاد استفادت الجهة التي استهدفت الاعتبار هناك مظلومية ولا من حقها أن تطالبوا مظلوميتها فبالتالي لاحظي أنه حينما سقطت صواريخ على المنطقة الخضراء ذهبت السفارة الأمريكية باتجاه تنصيب منظومة الدفاع الجوي داخل الأرض العراقية وفي قل بغداد وهذا يعتبر خرق دستوري على اعتبار السفارة وعجباتها دبلوماسية وليس عاجباتها عسكرية وحينما تتحول السفارة إلى ثكنة عسكرية فبالتالي هذا يعتبر خرق دبلوماسي إذ كانت السفارة لا تستطيع تأمين حماية نفسها فعليها تجميد عملها الدبلوماسي والانسحاب من الأرض العراقية وهذا معمول في كل دول العالم ولو أنها مسؤولية الدولة العراقية هي مسؤوليتها من ضمن مسؤولياتها حماية البعثات والهيئات الدبلوماسية لكنهم عجزت الدولة عن حماية البعثات والهيئات الدبلوماسية فعليها الانسحاب والتعويض عن تمثيل ضمن سفارة معينة وضمن قنصلية معينة وضمن طيب ليش ما تنسحب إذا كانت تتعرض لكل هذه الهجمات والحكومة العراقية غير قادرة على حمايتها وهناك الحديث وهذا يربطنا بأصل الحديث يعني لماذا أمريكا مصر على تواجدها داخل الأرض العراقية يبدو أن أمريكا تسعى لمشروع تقسيم الأرض العراقية تحت مسميات ومكونات ثم ذهاب باتجاه التقسيم الجغرافي على أساس دولة كردية ودولة سنية ودولة شعية يبدو أن هدفها هو منح كان الصهيوني دولة مزعومة من نيل الفراد وكذلك ما سمعناه من تصريحات للرئيس الأمريكي على أنه قادمين إلى العراق لمصادرات الحقوق العراقية والثروات العراقية والاستفادة من النفط العراقي والثروات الطبيعية المتواجدة بالأرض العراقية نعم آل عميد عدنان الكناني الخبر الأمني كنت معنا شكرا جزيلا لك لك الشكر سيدات الكريمة